فاطمة سر الله إنها مجمع الأسرار حينما نصلي عليها نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الأسرار تذكر حين تذكر فاطمة صلوات على فاطمة المقام مقام إيجاز وإلا فهذه المطالب بحاجة إلى تطويل وتطويل وتطويل وهذا التطويل بحاجة إلى تفصيل وتفصيل وتفصيل وهذا التفصيل بحاجة إلى تذيل وتذيل وتذيل والتذيل هذا يحتاج إلى تكميل وتكميل وتكميل والتكميل نفسه يحتاج إلى تجميل وتجميل وتجميل ولا ينتهي الكلام نحن نتحدث عن من؟ إننا نتحدث عن فاطمة أعود إلى دعاء وداع شهر رمضان الذي جاء مرويا في صحيفة السجادية اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته الأشقياء هم الذين تلبسوا بالشقاء وتلبس الشقاء بهم المثال الواضح والبين هو هذا الذي حدثتنا الروايات التي قرأتها عليكم من علل الشرائع بخصوص هذه الأمة المتحيرة والضالة والمتجبرة لأن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ارتدادا مضاعفا الأمة ارتدت حينما نقضت بيعة الغدير وتضاعف ارتدادها حينما قتلت حسينا صلوات الله وسلامه عليه من هنا فإنهم لا يوفقون لا لفطر ولا لأضحى لماذا؟ لأن الفطر والصوم والأضحى والحج كل هذه العناوين ترتبط بالأشهر القمرية ترتبط بالتقويم القمري وهذا التقويم هو تقويم محمد وآل محمد إن كان من الجهة الشرعية الظاهرة أو كان من الجهة الرمزية الباطنة حيث الإشارة إلى التجليات الصادرة من فيضهم ومن لطفهم مثل ما بيّنت لكم قبل قليل من أن علاقة الزمن بهم هي هذه هي صورة منزلة من تجليات الحقيقة المحمدية في الآفاق المادية والآفاق المعنوية مر هذا الكلام وكان واضحا في الحديثين الذين قرأتهما عليكم هناك الأشقياء الذين ما هم بسعداء وَلَنْ يَكُونُوا سُعَدَى وَهَأُولَاءِ نستطيع أن نشخصهم من خلال الزيارة الجامعة الكبيرة لأننا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وبنحو واضح سعد من والاكم الشقاء يناقض السعادة فالناس ما بين شقي وسعيد الشقاء يناقض السعادة السعادة هنا سعد من والاكم وماذا بعد وهلك من عذاكم وخاب من جحد كم وضل من فارقكم وماذا بعد وفاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم صار واضحا هناك مائز يميز بين الشقاء والسعادة هذا المائز يميز بين الأشقياء والسعداء هذه الزيارة الجامعة الكبيرة إنها القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل سادة آل محمد سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحد كم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة النبي الأعظم يقول لنا ألا أخبركم بالسعيد كل السعيد حق السعيد من هو هذا يا رسول الله ألا أخبركم بالسعيد كل السعيد حق السعيد من هو هذا يا أبا الزهراء يقول لنا من أن السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي عليا في حياتي في حياتي رسول الله وبعدما مات إنها بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه بيعة الغدير تريد قلبا متعلقا بها وعقلا مدركا لأبعادها وتريد ورعا ودينا للتمسك بمواثيقها لا كما فعل الأغبياء من الطوسيين من مراجع النجفي وكربلاء من البتريين من المرجئيين من المقصرين قولوا ما شئتم كل هذه الأوصاف تنطبق عليهم انطباقا كاملا نقضوا مواثيق بيعة الغدير ميثاقا 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 وبالتعمد بالتعمد تقربا إلى قذارة السقيفة بني ساعدة هذا هو الواقع الشيعي في النجف وكربلاء منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى هذه هذه اللحظة الراهنة صار واضحا معنى الشقاء ومعنى السعادة والعرب قالت وهم صلوات الله عليهم رسول الله أمير المؤمنين قرروا هذه القولة من جاور السعيد يسعد من جاوره من جاور السعيد يسعد السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي علي هذا هو السعيد كل السعيد وحق السعيد يوالي علي حين جهل الأشقياء وضعوا وقته وحرموا لشقائهم فضله حتى لو شخصوا الهلال بدقة في بداية الشهر وفي آخره حتى لو كانوا هكذا الصوم لا معنى له من دون ولاية علي الصلاة لا معنى لها من دون ولاية علي أحاديث أهل البيت تخبرنا من أن الذي لا يكون على ولاية علي لا يهم يصلي يزني يصوم لا يصوم يسرق فليفعل ما يتمكن أن يفعل أساس الأعمال وجوهر الأعمال ومادة تكوينها ولاية علي نحن نصور عملنا بأفعالنا من خلال هذا الجوهر من خلال هذه المادة فإذا كان العمل يشتمل على شيء من هذا الجوهر كان هذا العمل صحيحا إذا كان هذا العمل يتكون من مادة لا تأخذ من مادة هذا الجوهر فالصلاة لا يقال لها صلاة حينئذ هذه صلاة موهومة المصلي يتوهم أنه يصلي فهو يلعب ويعباث لأن المادة الأصل ليست متوفرتان هذا كالذي يأتي بمادة تشبه مادة الطحين يقوم بعجنها وبعد ذلك يحاول أن يصنع منها أرغفة كأرغفة الخبز قد يتراء من بعيد أنها أرغفة خبز لكنها ما هي بأرغفة خبز وحينما يأكلها الآكل لا يجد خبزا سيلفظها من جوف فمه ما هو بخبز لا يقال لهذا خبز لأنه لا يتكون من مادة الطحين التي يصنع منها الخبز الناصبي قد يركع وقد يسجد وقد يطيل ركوعه وسجوده لكن الركوع والسجوده انعكاس عن عقيدة مادة هذه العقيدة أتحدث عن المادة الأصل ولاية علي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذ من خذل إذا لم تكن هذه المادة متوفرة لا نستطيع أن نصنع صلاة من هذه المادة ستصنع من مادة أخرى إذن ما هي بصلاة الملائكة لا يتذوقونها لا يقبلونها ولذا فإنهم في الروايات يلفونها وتأتي سوداء فيضربون بها وجوه المصلين الصلاة نفسها تدعو على هذا المصل لماذا لأن المادة الأصلية لم يكن قد وفرها هذا المصل هذه صلاة مزورة لم تصنع من المادة الصحيحة تذكروا تذكروا سفاهة مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل تذكروا سفاهة هؤلاء وهم يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هؤلاء عن أي صلاة يتحدثون إنها صلاة من مادة أخرى الصلاة التي تصنع من المادة الأصل من ولاية علي كيف تكون باطلة بذكر علي فيها ذكر علي سيكون واجبا فيها هذه حقائق الدين وهذه ثقافة العترة الطاهرة وهذا هو المائز بين الشقي والسعيد وهذا هو المائز بين مضمون السعادة ومضمون الشقاء هؤلاء النسئيون لا يفقهون هذه الحقائق فيقولون من أن الدعاء يتحدث عن الذين يتبعون التقويم القمرية حينما تكون الأشهر القمرية متحركة متنقلة هذا هو منهج الصادق جعفر وقد قرأت ما قرأت عليكم مما حدث به المفضل بن عمر وأملاه عليه إملاء في كتابه فكر في الكتاب الذي نعرفه بتوحيد المفضل الأشقياء هم النواصب الأشقياء هم أولئك الذين لا تشرقوا ولاية علي في قلوبهم وعقولهم هؤلاء هم الأشقياء والحديث هنا ليس عن تشخيص زماني الحديث هنا عن معرفة لشهر رمضان حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله تعرف الأمور من أضادها وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته الحديث عن معرفة عن معرفة شهر رمضان معرفة شهر رمضان لا يمكن أن تكون من دون معرفة ليلة القادر لماذا أنا أقول لكم لماذا هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الرابع والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة السادسة والستين إنه الحديث الأول من الباب الخامس والأربعين رجاء أنصت للرواية بسنده بسند الكليني عن عمر الشامي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فغرة الشهور شهر الله عز ذكره غرتها أولها الحديث عن السنة المعصومية عن السنة المهدوية مر الكلام في هذا فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ليلة القدر قلب شهر رمضان إمامنا الصادق هو الذي يثقفنا بهذه الثقافة ويعلمنا بهذا التعليم وقلب شهر رمضان ليلة القدر ليلة القدر إذن هل نستطيع أن نعرف شهر رمضان أن نعرفه حق المعرفة من دون أن نعرف ليلة القدر لابد أن نعرف ليلة القدر أولاً كي نعرف شهر رمضان ثانياً ولن نستطيع أن نعرف ليلة القدر حتى نعرف فاطمة قرأت عليكم الرواية من تفسير فرات الكوفي وأعيدها مرة أخرى هذا هو تفسير فرات الكوفي من معاصري الكليني من علماء الغيبة الأولى هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثمانين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثاني من الأحاديث المرتبطة بسورة القدر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطم عن معرفتها موطن الشاهد هنا فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر هناك ترابط واضح معرفة فاطمة تؤدي بنا إلى معرفة ليلة القدر ومعرفة ليلة القدر تؤدي بنا إلى معرفة شهر رمضان إذن الأشقياء منهم؟ الأشقياء هؤلاء الذين لا يعرفون فاطمة حق معرفتها وهم بذلك لا يعرفون ليلة القدر وحينئذ فهم لا يعرفون شهر رمضان الدعاء يشير إلى هذه المضامين العالية لا إله وراء النسيئيين حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله السعداء ماذا حصلوا؟ وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته من معرفة شهر رمضان وهديتنا له من سنته إذن الفارق بين السعداء والأشقياء معرفة شهر رمضان الحديث عن وقته إذا كان المراد من تشخيص اليوم الأول وتشخيص اليوم الأخير فهذا جزء في حاشية المطلب من معرفة شهر رمضان منطق أدعية أهل البيت يتبنى هندسة المعاريض معاريض كلامهم لا يمكن أن يفهم بهذه السذاجة وبهذه السطحية التي يتحدث عنها النسيئيون حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضل هذه بدايات المعرفة هذه بدايات المعرفة أن نشخص وقته أن نوفق لذلك إنما نوفق لتشخيص وقته إذا اتبعنا ما يريده أئمتنا أئمتنا يريدون مننا أن نجعل التقويم القمرية تقويما لشؤون عباداتنا لشؤوننا الدينية لشؤون صلواتنا لشؤون صيامنا لشؤون حجنا وما يرتبط بشهر رمضان أن نراقب الهلال حتى نراه بعيوننا المجردة من كل وسيلة تجعلنا نرى الهلال من خلالها وحينما نتخلى عن الوسيلة فلا نرى الهلال في السماء لابد أن نرى الهلال بعيوننا المجردة من كل آلة هذا هو الذي يريده منا أئمتنا وغير ذلك لا علاقة لنا به تشخيص شهر رمضان هكذا يكون عبر التقويم القمري الذي تكون الأشهر القمرية فيه متحركة متنقلة فمرة يأتي شهر رمضان في الربيع وأخرى في الصيف وثالثة في الخريف ورابعة في الشتاء هذا هو منهج أهل البيت البدايات والنهايات تحدد من خلال رؤية الهلال في السماء بالعين المجردة وغير ذلك عائد لكل حزب بما يعتقد وكل حزب بما لديهم فرحون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر